هذا وقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحفظ الله ورعايته دولة الكويت الشقيقة صباح اليوم بعد زيارة رسمية التقى سموه خلالها القيادة الكويتية حيث أجر سموه مباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ودعم التعاون الثنائي المشترك كان في مقدمة مودعي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لدى مغادرته سمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة وكما كان في الوداع معالي السيد مرزوق عد الغانم رئيس مجلس الأمة واسم الشيخ جابر لمبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء وسفير البلدين الشقيقين وعدد من كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة وجرت لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مراسم وداعا رسمية ورفق صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال زيارته الرسمية لدولة الكويت الشقيقة وفد ضم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جدلة الملك للعمال الخيرية وشيون شباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وعدد من أصحاب المعالي وسعادة الوزراء وكبار المسؤولين هذا وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إثرى مقادرته دولة الكويت الشقيقة برقية شكر وتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة هذا نصها حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أمير دولة الكويت الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأن أغادر بلدي دولة الكويت الشقيقة أن أعرب لسموكم الكريم عن عميق الشكر والامتنان على ما أحتضتموني به والوفد المرافق من حفاوة وحسن السقبال وكرم الضيافة خلال زيارة لدولة الكويت العزيزة كما أود أن أشيد بدعم سموكم الكريم لكل من من شأنه دعم العلاقات بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة ويعزز رغبتهم الصادقة نحو المزيد من روابط التعاون والتواصل فيما بين البلدين الشقيقين في ظل ما تولون بذله من جانب أخيكم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخريفة عاهلي مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه من جهود أكدت أصالة ورسوخ العلاقات فيما بين بلدين الشقيقين وتعظيم دور العمل المشترك لدعم توجهات منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو التكامل في مختلف القطاعات بما يعود على دول المجلس وشعوبها بالخير والنماء ولا يفوتني أن أشيد بدور الكويت الشقيقة بقيادة سموكم حفظكم الله في دعم تضامن العربي ونصرة قضايا الأمتين العربية الإسلامية وأنني إذ أكرر شكري وتقديري لأسأل الله جلت قدرته أن يحفظ سموكم ويمتعكم بمنفر الصحة والسعادة وأن يحقق للشعب الكويتي الشقيق كلما يصب إليه من رفعة وتقدم في ظل قيادتكم الحكيمة ودمتم سموكم سالمين موفقين سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القاعدة العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء كما بعث سموه برقية شكرا إلى أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة هذا نصها سمو الأخ العزيز الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ولي عهد دولة الكويت الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأن أغادر بلدي دولة الكويت الشقيقة أن أبعث لسموكم العزيز بأصدقي معاني شكر والاعتزاز على ما شملتموني به والوفد المرافق من حفاوة وحسن استقبال وكرم الضيافة خلال زيارتنا الرسمية لدولة الكويت التي نكون لها جميعا كل المحبة والتقدير وأود أن أشيد بما ساد اللقاء الذي جمعني بسموكم الكريم من جو المحبة والأخوة والرغبة الصادقة نحو تأكيد التواصل والتعاون المشترك بين بلدين الشقيقين في شتى المجالات دعينا الله أن يوفقنا جميعا في تحقيق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهم الشقيقين وأن يوفق خطانا لمزيدا من التطور والنماء ودمتم سموكم سالمين وموفقين سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القايد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبعث سموه أيضا برقية شكر لأخيه سمو الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة هذا نصها سمو الأخ العزيز الشيخ جابر لمبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بدولة الكويت الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني وأن أغادر دولة الكويت الشقيقة أن أعرب لسموكم الكريم عن بلغ الشكر والتقدير على ما شملتمون به والوفد المرافق من حفاوة بالغة ورعاية كريمة خلال زيارتنا لبلدنا العزيز الكويت متطلعا إلى المزير من فرص الالتقاء بسموكم الكريم وهو مما يسرنا ونعتز به دوما لقد سعيدنا كثيرا بما لمسناه من سموكم من اهتمام بالغ بالعلاقات البحرينية الكويتية التاريخية الراسخة وأن التواصل فيما بين بلدين على مختلف المستويات ما هو إلا انعكاس صادق لأصالة الارتباط البحريني الكويتي قيادة وشعبا وأنا نئذ أكرر شكري وتقديري لأسأل الله جلت قدرته أن يحفظ سموكم ويمتعكم بمنفر الصحة والسعادة وأن يحقق للشعب الكواتي الشقيق ما يصب إليه من رفعة وتقدم ودمتم سموكم سالمين ومفقين سلمان بن حمد الخليفة وليو العهد نائب القايدة لعلى النائب الأول لرئيس مجلس المزراء